اللي بيحرق الكل الفيوزات المخ الجانب العاطفي طبعا يعني اعتقد لما الانسان بيبقى سعيد عشان كده انا مختار اشتغل فيه بقى نزبط جدا طبعا يعني الجانب العاطفي ده بيحرق كل الجسم بتخلي حياتك كلها احلى بتخليك عندك طاقة اكتر للشغل بتخلي عندك قابلية ان انت تكسر العالم تنزل تشتغل دينمو وتلاقي فيه حالة حب في البيت كده فيه حالة سعادة بتبقى منشورة في البيت كده وهي الدنيا يعني الرضا بان انت معاك الانسان ده بس تبقى مفسوط يعني لازه تبقى سعيد كل اللي بيحصل ده هو ليه سبب واحد رئيسي ان انا حس ان انا محبوب ومقبول ومرغوب فيه فكل الناس اللي بتسعى لكل حاجة دي في الاخر بيبقى عندها هدف وحيد بتسعى له ان انا حس بالقبول وان انا حس ان انا شخص محبوب المشكلة بقى ان انا وانا بسعى بقى بسعى صح ولا بسعى غلط المشكلة ان وانا بسعى فيه حد هيستغل السعي ده بطريقة غلط ولا حد هيستغل السعي ده بطريقة صح يعني ايه بتفرق يعني انا ممكن بسعى ازاي ان انا يبقى عندي قبول يعني انا ممكن مثلا فيه عندنا حاجات فيه عندنا سلوكيات في السيكولوجي اسمها البروتاكتف بهيفير او السلوكيات الوقائية دي احنا بنعملها بدون وعي بتتعامل على مستوى لا واعي بدون قصد علشان اخد حب وقبول هما خامسة انا بحب اسميهم خمسية الموت خمسية الموت الموت اه تمام خمسية الموت اه تمام تعلموا شوف ايه خمسية الموت دي لانها سلوكيات ليه انا مسميهم كده لانها سلوكيات بتضغط جدا على الناس وعلى صاحبها بالذات وهي تبدو ان هي سلوكيات ايجابية ولكن هي في بطنها سلبية واحد ونمر واحد إدمان إرضاء الآخرين تلاقي شخص إدمان إرضاء الآخرين تلاقي شخص بيرضي اللي قدامه جدا واللي حواليه بيرضي أهله بيرضي صحابه بيرضي عيش هو عيش يرضي الناس المضحي المضحي أنا اللي يعمل لهم كل حال بيعمل ده تحت بند الجدعانة السبب والدافع الرئيس اللي بيخليه يعمل ده إيه إنه هو عاوز حب إنه هو عاوز قبول وبالتالي مع الوقت الشخص دو بيدي بزيادة ما بياخدش اللي هو محتاجه اللي هو الحب والتعدير بيتصدم ويتقرح بيتصدم ويقرح نفسه فبيفضل عايش ما عايش طول الوقت بيكره نفسه بالضبط طبعا ويكره نفسه طيب رقم واحد ده رقم واحد إرضاء الناس بزيادة تمام رقم اتنين رقم اتنين التنافس وده يودينا الموضوعنا اللي هو الأساسي التنافس الإنسان شديد التنافس اللي هو دايما عاوز يبقى الأول وعنده استعداد يزوق إزميله وعنده استعداد يعمل أي حاجة اعاف اللي هو عاوز يعمل كده عاوز يتحب عاوز يحس طبعا ده بيعمل ده بطريقة سلبية بتضغط عليه هو ممكن ما ينامش لو حد زميله النجاح الأخرين يعتبر فشل لي وفشل الآخرين يعتبر نجاح لي معاني مش ده صح ده مش صح يا الحياة خلقت عشان نتشارك مش عشان نتنافس وعلى فكرة ساعات فيه رجالة مستفزة جداً اللي هو طول الوقت انت مش هتلاقي راجل زي انا بصي انا كزوج معليش غبار فتبع عايزة تقوله عيب فيه مثلا تبع عايزة تنطق تقوله بس فيه انا متأعتقد ان انا مش نقصك حاجة انا هعملك كل حاجة ده كل اهلك حزدينك عليا بالزبط كده فهو دايما هو اللي بيصدر له ان انا مفيش عيب مع انه هو ممكن يبقى كله عيوب احنا قلنا الاول ادمان ارضاء الاخرين التاني التنافس التالت البرفكشنزمة او الكمالية الكمالية ان البني ادم لو انا جامد وما فيه ازاي لا الكمالية ان انا دايما ببقى عاوز اعمل كل حاجة بشكل واو عاوز اعملها جامد جداً انا كده على فكرة على فكرة كلنا كده احنا نجيل بتاع ليه بعد على فكرة انا كده احب اجيب هدية تبقى هدية واو احب بقى افجان بحد في موقف يبقى لازم موقف واقفة واقفة ميت راجل في بعض احب بقى يعني كل حاجة ابقى زوجة لا زوجة جامد جداً صاحبة اجدها صاحبة في الدنيا مشكلة الموضوع ده ايه مشكلة الموضوع ده ان انا لما بوصلش للنتيجة اللي انا عاوزها ممكن نعملش الحاجة خالص يعني اعمل الحاجة كويس قوي طيب قاعدة القاعدة دي دلوقتي قاعدة بس سئلة دي دلوقتي يعني كناش عملنا الموضوع ده الحاجة الرابعة ايه الحاجة الرابعة لفت الانتباه ان الشخص يكون عنده ميل شديد لان هو يلفت الانتباه طيب بتبن في ايه كلنا عاوزين نلفت الانتباه وكلنا عاوزين نتشافه ده حق او مش طبيعي مدام بنعمله بشكل ايجابي لكن احيانا هنا بيبقى الموضوع مؤثر يعني مثلا لو انا عاوز اروح فرح قاعد قبليه خمس ست ايام كده اعمل ادور على البدلة اللي لما ادخل اخد اللقطة بيها لا بس دي كلنا دي دي كلنا دي كلنا رجالة وستات مش كلنا اوي صدقين يعني هو موضوع بيبقى في الستات ازياد طبعا اه لا الستات طبعا ده مش اسبوع مين اسبوع مين ده احنا شهر قبليها بنظبط مين هيعمل ميكب وميليها مش عال المشكلة لدرجة ان ايدي ممكن ما تروحيش الفرح بسبب تعبك من البحث على اوه مش بس بالتعب انا في الاخر اتلاقي الست بتدب اخناق مع جزء من كتر المصاريف وفي الاخر بيرمي عليها اليمين وما بتروحش الفرح عادي خاطر طب قبل ما نروح للخمسة للنقطة الخمسة اللي هي خماسية الموت عجبني اول موضوع ده يبان شكله حل لكن مضمونه عذاب